شكرا لكم سيد الرئيس سيد رئيس الحكومة المحترم سيدات السادة النواب المحترمين سيدات والسادة الوزراء المحترمين مساءكم سعيد في الحقيقة سيد رئيس الحكومة قبل الولوج لمداخلة ديالي بغيت نتفاعل معكم في بعض منقطات لتحدثوا عليها ونحن نسمع إليكم بتركيز في معرض مداخلتكم فعلا قلتم أنكم ستكون مداخلتكم مركزة وكانت كان أداؤكم تجاه الشباب جد مركز في ظل هذه الجائحة سيد رئيس الحكومة المحترم أريد فقط إبلاغكم أن جزء كبير من الشباب المصاب بكورونا اليوم في طنجة لا يجدوا سريرا في المستشفيات ديال طنجة سيد رئيس الحكومة تحددتم عن المنح اللي خصصتها الطلبة كنقولكم سيد رئيس الحكومة يجب اليوم مستقبلا جميع الطلبة إجازة ماستر ودكتور يحصلوا على المنح ديالهم بدون استثناء لأن هذا التوجه نحو جزء 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 ما غنسلوش سيد رئيس الحكومة من هذه المشاكل كذلك تحددتم على الدعم اللي قدمتوه الفئات معينة نسألكم سيد رئيس الحكومة على الفئات العريضة اللي ماستفدتش نهائيا من الدعم ماذا أنتم فاعلون سيد رئيس الحكومة معهم كذلك وحد طلبة مجموعة ديال الطلبة اللي حصلوا على البكالوريا السنة اللي دازت حرموا من الولوج للمدارس العليا وأنتم تتحدثون سيد رئيس الحكومة على الدعم ديالكم النفسي لهذه الفئات العريضة كيف ستعملون مستقبلا سيد رئيس الحكومة مع هذا الموضوع كذلك سيد رئيس الحكومة ونحن نتابع ندوة صحفية ديالكم بالأمس تحطون المغاربة على الجلوس في منازلهم وتقولون اليوم أنكم تتجهون لتشجيع السياحة والمقاولة الصغرى هذا المعادلة سيد رئيس الحكومة صعبة شويا نتمنوا أنكم تشرحوها جيدا للمغاربة سيد رئيس الحكومة المحترم الحجر الصحي جلس شباب في المنازل في أتعارضة لا الاجتغال ولا المراكز الثقافية ولا الرياضية ولا الصحية كذلك سيد رئيس الحكومة أنتم مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى أنكم تنكبوا على إيجاد حلول بديلة للشباب في الشغل في المقاولة الصغرى في التعليم العالي في الهضر الجامعي كيفما جاء في المدخلة السابقة هذه أمور سيد رئيس الحكومة أنتم مطالبون أكثر من أي وقت مضى من معالجة أثر الجائحة كذلك سيد رئيس الحكومة نسألكم أين أنتم من أين الشباب من موضوع النموذج تنموي الجديد أين الشباب اللي تم تعطيله في المقاولات الصغرى وإيقافه من العمل وتسريحه في القطاع الغير مهيكل تسريحهم كذلك من القطاعات الشركة الكبيرة اللي اليوم تعلنوا إفلاسها في أتعارض من الشباب سيد رئيس الحكومة لا يجدون أجوبة في معرضي مدخلتكم كذلك سيد رئيس الحكومة المحترم الشباب العالق اليوم داخل الوطن وخارج الوطن عانى بشكل كبير وحكومتكم كانت جد مقصرة في الرد على هذه الأمور كذلك سيد رئيس الحكومة كان وزير سابق ما شاهدت هذه الولاية الولاية اللي قبل منكم ديال الشباب كان يستعد لأنه يعمل بطاقة ديال الشباب بطاقة خدماتية أين أنتم من هذا الموضوع سيد رئيس الحكومة المحترم كذلك الميزانيات المرصودة وأنتم تبحثون عن الحلول مع الأغلب والمعارضة نقول لكم سيد رئيس الحكومة كمعارضة تبحث معكم عن حلول اليوم الحل الوحيد هو ضخ أموال كبيرة في مجال التعليم في مجال التربية وفي مجال البحث العلمي كذلك سيد رئيس الحكومة اليوم أخرجتم ميزانية خصصتها الجمعيات المتضررة الجمعيات التقافية أقصد لكن سيد رئيس الحكومة كيف ضبرتم هذا الأمر لم تشركوا الجمعيات الفاعلة في المجال التقافي ولم تشركوا كذلك الشباب اللي مهتم بهذا الموضوع سيد رئيس الحكومة وأنتم تتحدثون عن قطاعات معينة ساهمت في إدخال أطفال الشوارع إلى مراكز نقول لكم سيد رئيس الحكومة أن الداخلية ساهمت بشكل كبير وأن بعض القطاعات حكومتكم كانت في حجر صحي كذلك كبير سيد رئيس الحكومة المحترم بالنسبة للجماعة الترابية وهي تقوم بالسياسات ثقافية المحلية تغيب الشباب على المستوى المحلي فيلتجوا الشباب إلى التقافة أو التقافة والفنون البديلة في الشارع ولعل مدينة الرباط قبل جائحة كورونا كانت شاهدة على ذلك تحدثتم كذلك سيد رئيس الحكومة حول المهنيين الممتهنين للرياضة وذكرتم مجموعة من الامتيازات أقول لكم سيد رئيس الحكومة المحترم أن الممارسين لهذه الرياضة اليوم في عواز مادي كبير لم تخصص لهم دعم مادي ولا وقع ديالهم ناطق سيد رئيس الحكومة كذلك تحدثتم من 14 مارس ونحن ننتظر حلولا واقعية للشباب اليوم السباب سيد رئيس الحكومة يعيشوا في حالة هشاشة وفي حالة عواز كبير ونتيجة البطالة المفرطة والتي تزادت نتيجة المقاولة اللي سدت نتيجة غياب واحد الرؤية شاملة سيد رئيس الحكومة المحترم في التوجه ديالكم للحلول لأن اليوم ما بقاش نطلب منكم كحكومة أنكم تعاملوا بالمنطق القديم اليوم كل شيء امتجه نحو التكنولوجيا الجميع يتجه هو الجزء المغيب في المداخلات ديالكم وفي البرامج الحكومية ديالكم اليوم سيد رئيس الحكومة لجأتم للاختباء من هذه المشاكل الحقيقية ولجأتم لأجوبة فضفاضة لا يجدوا الشباب فيها حلولا لهم سيد رئيس الحكومة أقول لكم أنه فعلا اليوم الشباب محتاج لأجوبة حقيقية لأجوبة صريحة اليوم الشباب اللي كيعانيوا منها شاشة محتاج منكم لشوية الوضوح والصراحة ومحتاج منكم أنكم تدخون أموال من أجل إنقاذ هذا الطاقة المادية العريضة في المجتمع واللي احنا معاولين عليها ما معاولينش لا شي حاجة أخرى سيد رئيس شكرا لكم سيد الرئيس المحترم شكرا سيد النائبة